أبدأ معك دكتور إدموند يعني هل تكون هذه المناظرة مثل سابقتها هل تقدم الإجابات التي يحتاجها وينتظرها الناخب الأمريكي طبعا هذا ما سنراه فعلا هل ستكون هذه تكرار للمناظرة السابقة أم لا أعتقد أن المستشاري كل من بايدن والرئيس ترامب يركزوا على أنه يجب عدم تكرار ما حدث في المناظرة السابقة خاصة المقاطعة المتكررة من قبل كل طرف للطرف الآخر استخدام عبارات وأوصاف وكلمات أعتبرها البعض غير مهذبة حتى على الإطلاق هذه تأثيرها كان سلبيا أكثر على الرئيس ترامب من من كان على نائب الرئيس السابق بايدن ولذلك فإن عدد من المستشاري الرئيس ركزوا على أنه يجب أن يستمر في التركيز على القضايا الرئيسية التي يعتقد هو بأنه قد حققها وعلى برنامجه خلال السنوات الأربعة القادمة أو على الأقل هذا ما يريد أن يحققه وكذلك نصح بايدن بعدم الذهاب بعيدا إحدى نقاط الضعف عند بايدن هي أنه قد يقع في أخطاء وهفوات طبعا الرئيس ترامب قد يقع فيها ولكن معظم المحللين هنا يعتقدون بأن بايدن في المرة الماضية استفاد من هجمات الرئيس ترامب عليه وأن التوقعات حول إدائه كانت منخفضة ولذلك كان الاعتقاد السائد بأنه هو الذي حقق تقدم أكبر أو فاز في المناظرة وبينما الرئيس ترامب قد يكون لديه معلومات أكثر دقة حول ما حققه وما يمكن أن يحققه ترجمة نانسي قنقر